بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعض أحباب مع الدرس السادس في الوحدة الأولى بعنوان ترتيب الأعداد للصف الثالث على ابتداء ترتبها من الصغير للكبير أو من الكبير إلى الصغير وهناك طريقتين إما أن أنظر إلى خط الأعداد فأعرف الصغير ثم الكبير فالأكبر الطريقة الثانية أضعهم في جدول مثل هذا وأقارن بدءا من اليسار من أبدأ من اليسار من هنا المقارنة تبدأ من اليسار لو لقيتهم الاثنين زي بعض أشوف الخنة اللي بعده لقينا من الأكبر تمام؟ طبعا في هنا خنة أقل لديها أصغر شيء ما في ألوف صفر لديها أصغر شيء اللي بعده في هنا واحد وواحد خلاص متسويين اللي بعده في عدي أربعة وفي ثلاث يبقى إذن الأربعة أكبر من إيه؟ من الثلاث وهكذا لو لدينا الاثنين دون متسويين نقش على العشرات يبقى عندي خط الأعداد وترتيبهم في جدول ونقارن بدءا من الألوف يعني من اليسار بنبدأ من اليسار نروح بقى للأسئلة عشان نبدأ أنا عندي هنا أرتب الأعداد من الأصغر إلى الأكبر هل نقارنهم من اليسار نبدأ المقارنة من اليسار هنا في ستة ثلاثة 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 أصغر شيء الثلاثة والثلاثة نرى اللي بعده في هنا اثنين وفي هنا تسعة من أصغر شيء أصغر شيء اللي هو الاثنين يبقى هذه رقم واحد واللي بعدها دي رقم اثنين وبعدين دي رقم ثلاثة يبقى كده ممكن نكتبهم تحت هقول له اثنين وتلاثين وبعدين اللي بعده تسعة وتلاثين تسعة ومشو تسعة ومشو ومشو تسعة وتلاثين وبعدين تمانية وستين تسعة تسعة الترتيب من الأصغر إلى الأكبر بعدها نرى هنا أربعة وواحد واثنين سهلة أصغر حاجة واحد وبعدين الاثنين وبعدين الاربعة نبدأ بمية اربعة وعشرين وبعدين ميتين اربعة وعشرين وبعدين الربعة ومية واحد واربعين يعني تماني الاثنين فالكبير هناك يعني واربع نضائح غريب وهب تسعة alk وثنين 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 ول��ر throw ا�� اثنان عقب 22 Ende 20 وبعدين 220 و200 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 أرتب المرة من الأكبر إلى الغزر الأصغر مقارن من اليسار لديه 1 و1 و2 أكبر شيء طبعا هي الاثنين هذا هو رقم 1 ثم يوجد 1 و3 و7 طبعا الواحد و7 هي أكبر ثم يوجد 1 و 3 يوجد 21 و131 ثم يوجد 178 ثم يوجد 1 و 136 ثم يوجد أكبر أكبر هناك أربع خنات والذي بعده خنتين والذي بعده ثلاث خنات وبعدين دي خنتين يبقى كده الترتيب هلأخذ أنا نرتب الكبير يعني المفروض ده بقى واحد وبعدين ده اثنين وبعدين ده ثلاث زي ما هي بالزبط هننقلها زي ما هي ألف وخمسمية بعدين مية وخمسين وبعدين خمستاشر لا يوجد تغيير سنكتبه لكي لا يوجد حد في نفسه مية وخمسين وبعدين خمستاشر هناك أعد الأرقام في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وخمسة أربعة خمسة وخمسة أربعة خمسة يبقى ايزا الأربعة أرقام ده هم باش ده رقم ثلاثة ده أصغر شيء بعدين هنقل في ثلاثة اثنين وفي ثلاثة تسعة طبعا الثلاثة تسعة أكبر والثلاثة أثنين بعدها ثلاثة أثنين رقم اثنين ثلاثة أثنين 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 يجب أن تبدأ المقارنة من اليسار. نمسح هذا. ورتب من الأكبر إلى الأصغر ثم أشرح كيف عرفت الأكبر. يجب أن تبدأ المقارنة من اليسار. وهذه ثلاثة. وهذه أربعة. طبعا أكبر واحد من الأربعة. ثم يوجد أربعة. هناك أربعة أرقام. ثلاثة أرقام وثلاثة أرقام. يكون أكبر الأربعة أرقام. ثم يوجد أربعة. ثم يوجد أربعة. وهذه أكبر. ثم يوجد أربعة. ثم يوجد أربعة. ثلاثة أربعة. ثم يوجد أربعة. ثم يوجد أربعة أربعة. ثم يوجد أربعة. هو أربعة أربعة. embarrassing. عرفت الأكبر لأن به منزلة الألوف والعددين الآخرين منزلة المئات فقط المئات والألوف أكبر من المئات لأن به منزلة الألوف العددين الآخرين لا يوجد فهم ألوف منزلة المئات فقط طبعا الألوف أكبر من المئات أرتب العدد الآخرين من الأصغر إلى الأكبر يمكن أن نكتب الأرقام فقط يمكن أن نكتب الأرقام فقط سوف تحديد العدد من المئات أحديد العدد من المئات يمكن أن نكتب الأقول أنه هناك فيها ثلاثة فقط هنا أربعة وصفر هنا أربعة وصفر هنا هنا أربعة وصفر هنا أربعة وصفر هنا أربعة وصفر هنا أربعة يكون صغر شيء هنا وبعدين هذا رقم 2 لو أريد أن نكتبهم نكتبهم لأن خطر ماذا؟ كما نحن نتحرك من الأول 303 ثم تصرف تلات تلاف وصفر هنا أربعة ثم تصرفت عن أبع تلاف وصفر هنا أربعين أربعة تلاف وصفر هنا أربعة Smile أربعة 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 يبقى دائم الترتيب بتاعنا هنا طبعاً التمانية التسعة وتلاتين أصغر شيء ومنزلة المئات من ثلاث أربعة 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 ثم دافئة نسحة رقم خمس خانات هذا أكبر شيء الثاني ده تلاتة ده أصغر شيء اللي بعده أربعة ده رقم اثنين يبقى إزان البعيد الخنات لو لقيت الخنات كتير فها ألوف يبقى إزان أكبر شيء هذا بعدين عشرات الألوف يبقى أكبر شيء والمئات أقل منه يبقى ناخد تسعمية تمنية وتسعيين أول وبعدين ناخد ألف ومتين أربعة وتلاتين وناشر ألف مئة أربعة وتلاتين هناك واحد كبير عنده الألوف ده أكبر شيء وعندي خمسة وتنين وخمسة وتسعة طبعا خمسة وتنين أصغر وبعدين خمسة وتسعة اللي بعده يبقى نكتب تلك خمسمية واحد وعشرين خمسمية تسعة وتمانين تلات تلاف وسبعمية تسعة وتمانية نروح للي بعده في عندي هنا واحد اتنين تاتة أربعة واحد اتنين تاتة أربعة كلهم زي بعض أقرن بقى من اليسار اتنين 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 كلهم زي بعض في عندي تسعة وتمانية وستة تسعة طبعا أكبر شيء وبعدين في عندي في هنا اتنين اتنين خلاص دي الفين وتسعمية في سبعة وفي ستة طبعا الستة هي أصغر والسبعة بعده بعده ألفين وستمائة تلاتة وسبعين بعده ألفين وسبعمية سبعة وتمانين أخر حاجة لالفين وتسعمية أرتب من الأكبر إلى الأصغر طبعا سهلة أول حاجة عندي أربعة خنات دا يبقى كبير فهنا تلات خنات اللي بعده هناك خانتين باش منزلتين باش يبقى اللي بعده هيا انا اكسها بس نقول بها ستة لاف ستة وستة وبعدين ستة ومية وبعدين ستة نشوف عندي أربعة أرقام ثلاثة أرقام ثلاثة منازل دا أصغر شيء هاي بقى رقم ثلاثة في عندي بقى ثلاثة دا أكبر شيء والأتنين رقم يبقى كبير دا تلاف وخمسمية سبعة وتمانين دا تلات خمسة وثلاثين تلات خمسة اكبر ومعادة دا تاور وثلاثين بأمر جدا عد المنازل في عندي هنا الكبير ثلاثة أربعة في ألفين وثلاثة أول حاجة الصغيرة دي مائة بس دي هتبقى رقم تلعة فعندي ألفين في اليسار اثنين يبقى دي رقم واحد وهنا في اليسار واحد يبقى رقم اثنين يبقى ناخد أول حاجة الألفين ثلاثة ألف وتلاثمية واثنين واربعين وآخر حاجة تسعمية تسعة وتشين ثلاثة أول حاجة نعد الخنات المنازل كان منزلة ونقارن من اليسار اشترى أبو أحمد سلاجة واغسالة في أي يوم أغلى ثمنا مين أكتر حاجة مين أكتر حاجة نبصوا كده على السياق دي رقم القرن من اليسار واحد 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 دي رقم فينا خمسة ثلاثة أربعة يبقى مين الأكبر الخمسة الأكبر هو الثلاجة أقول لهم الأكبر هو من الثلاجة أقول الثلاجة الثلاجة هذه هي الأكبر ألف وخمسمية أكبر من ألف وربعمية وأكبر من ألف وثلاثة مين نقارن من اليسار واحنا ماشيين أول عدد متشابه أشوف العدد اللي بعده لو التالي متشابه أشوف اللي بعده لغاية ما نوصل لي نحن عاوزينه سكان أكبر أو أصغر رتبت إيمان وميساء فأي من هما رتبت الأعداد بشكل صحيح طبعا إياه نرتبهم من الصغير إلى الكبير شوف هنا ألف ومتين من ألف ومتين وهنا ألف وواحد هذا ترتيب من الأكبر ليه؟ هذا واحد 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 هنا فيه اتنين اتنين وبعدين واحد ما جابت من الأكبر نشوف هنا واحد وبعدين واحد واحد اتنين جاءت وراها ستة واحد اتنين وراها ستة وبعدين واحد اتنين اربعة يبقى ميساء هي الصحيحة ميساء هي الصحيحة أما إيمان فرتبت من الأكبر للأصغر رتبت بالعكس قمت بالعكس رتبت بالعكس استقربت كظيف لهم فريقا لا تستقبل يجب أن أضع العددين بين العددين بين العددين أضع العدد 567 أول شيء أرتب من الصغير أضع العدد 567 أغيرها أكتب معنا بالرياضيات يجب أن نكتبها تقديم 467 يجب أن تقديم 475 يجب أن أكتب 576 هنا. بين العددين نبعمية سبعة وستين و سبعمية خمسة واربعين. يبقى انا كده عرفنا حطناهم بين ايه وبعدين اخر حاجة تسعمية وتمانين. يبقى بين ايه عددين اقول له بين العددين هم. هذا هو عاوزنا نراتب من الاكبر الى الاصغر لو نراتبناهم من الاكبر هو عاوزنا نراتبهم من الاكبر الى الاصغر. طيب هنجيب الاكبر برضو هي هي بس هنعكس سبعة. تسعمية وتمانين. وبعدين هنجيب العدد اللي بعده سبعمية خمسة واربعين. وهي بعدين خمسمية سبعة وستين اللي هو الرقم اللي هو عطولي. واخر حاجة ربعمية سبعة وستين. ربعمية سبعة وستين. كده نراتبناها من الكبير للصغير. يبقى وقع بين العددين. هكتب له لو وقع بين العددين كام. ربعمية سبعة وستين. ربعمية سبعة وستين. اذكر بين اي عددين اضعهم لنا. وقع بين العددين. حطيته في النص بين. من ربعمية سبعة وستين. وربعمية خمسة وستين. حسنا. نحن نضع لي سؤالها من واقع الحياء. خلصنا دول. ورتب. فيها. من الاصغر. الى الاكبر. طيب. اقول له مثلا. اشترى. والدي. مشتريات للبيت في ثلاثة أسابيع في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني وفي الأسبوع الثالث رتب ما دفعه أو رتب الأسبوع من الأصغر إلى الأكبر يبقى كده عملنا له سؤاله اشترى والدي واشتريات للبيت في ثلاثة أسابيع في الأسبوع الأول وفي الأسبوع الثاني رتب الأسابيع من الأصغر إلى الأكبر وأنا نحل وفي الأسبوع الثاني أدخل 765 800 56 978 من الأصغر إلى الأقل نقوم بعمل أي الجمل التالية خاطئة يقول لي 2 2 أكبر من هنا 2 هنا 3 وهنا 2 هل 2 أكبر من 3؟ لا، غلط نقوم بعمل نذهب إلى الأقل أي مجموعات العداد الأعادية مرتبة من الأكبر إلى الأصغر نقوم بعمل هنا 2 وهنا 3 يبقى إذن هذا لا يكون مترتبة من الأكبر إلى الأصغر هذا 1 4 أرقام ثلاثة أرقام ثلاثة أرقام ثلاثة أرقام وهنا 4 أرقام في الآخر يبقى برضو خطأ والذي بعدها هي آخر واحدة هي المترتبة من الكبير إلى الصغير آخر واحدة 268 ثم 51 ثم 158 ثم 119 ترتب من الأكبر إلى الأزغر يبقى هذا الصح يقارن بوضع إشارة أكبر من أو أزغر من أو يساوي طبعاً الثلاثة أكبر من الاثنين نضع الفتح نحية الثلاثة يبقى إذن 29 أصغر من ثمانية وثلاثين في هنا ستة وخمسة إذن الستة أكبر من الخمسة يبقى تسعة وستين أكبر من ثمانية وخمسين في تسعة وثمانية إذن التسعة أكبر بأخذ من الشمال الأول بأخذ من اليساء لدى أي من الطالبات أطول سلسلة أطول سلسلة هي سمراء يبقى لدى أي من الطالبات أطول سلسلة أقول له سمراء التي يزالها هو 36 سم ويقوم بتسعة وستخفضة من إخذ حالة درسات إسلامية ابحث في القائمة الدروس كلها مقودة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته